في الوطن السوري إلى الانتفاضة ضد ممارسات المحتل التركي الذي يتربى صردنا وخيراتنا ويريد زرع الشخاق وبث الفتنة بيننا تمهيداً لاحتلال المزيد من الأراضي السورية نحن أبناء العشائر العربية والكردية نعلن أننا مع المقاومة الشعبية ضد ممارسات التغيير الديمغرافي وسياسة التتريك التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية في الأراضي السورية ونعلنها مقاومة شعبية حتى تحرير آخر شبر من أرضنا كما ندعو الجهات الدولية والدول الضامنة لتحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات النظام التركي وعدوانه السافر على سيادة الدولة السورية وهنا نجدد دعوتنا لكل أبناء البلد بتوحيد الصفوف في وجه المحتل العثماني والإرهاب الذي يدعمه لنقف وقفة عز وكرامة ضد ممارسات المحتل لطرده ودحره إلى خارج حدود سوريا لقد حان الوقت لعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم التي هجروا منها عنوة ليعود شامخين مرفوعي الرأس ولننهي معاناة استمرت لسنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر